السلام عليكم مرحبا بكم من جديد على قناتكم لتعلم الاسبانية أنتم الآن تشاهدون الجزء العاشر من السلسلة التي تعتقونها سلسلة التحدث في الماضي بالاسبانية بكل ثقة وطلاقة قبل بداية هذا الدرس هذا الدرس اليوم من الجزء العاشر درس مهم جدا سنتحدث فيه عن أهم فعل للتحدث بالاسبانية في زمن الماضي وهو الفعل ذاتير قبل ذلك أؤكد عليها المرجو دعم هذا القناة وهذا الدرس بالخصوص بالضغط على زر الإعجاب ليصر لأكبر عدد من الراغبين في التعلم والتخلص من هذه العقدة كذلك أدعوكم للاشتراك بالقناة الثانية التي ستجدون الرابط الخاص بها في أول تعليق هذه القناة الخاصة بالحوارات بلسان اسباني مئة في المئة القناة التي ستركون المرجع الأول لطلبة الإسبانية لمن يود أن يتعلم التواصل بالإسبانية إذن على بركة الله في الدرس السابق من الجزء التاسع من هذه السلسلة ترحت عليكم سؤالا لتميز وكان السؤال كيف أقول بالإسبانية هو خرج مسرعا من المكتب فالإجابات أغلبيتها كانت صحيحة أحييكم من هذا المنبر الإجابة الصحيحة كانت هيا فلنبدأ درسنا لهذا اليوم أهم ضميرين مع الفعل ذيثير في الماضي هما قال لي وأنا قلت له ولها إذن هنا كم من شخص أنا هو وهي إذن حين أتحدث عني أنا من قال في الماضي أقول ذيخي كيف أقول أنا قلت ذيخي وهي وهو ذيخو ذيخو كن أو ذيخي وهو وهي ذيخو الذيخو إجا ذيخو أنا ذيخي هو ذيخو هي ذيخو إذن أنا سأقول له ولها أو في الماضي قلت له ولها إذن حين أنا أقول له ولها أو قلت له ولها أقول لذيخي 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 هنا اللي هو وهي إذن هو وهي أحدهما قال لي هو قال لي وهي قالت لي نقول إذن قلنا هو قال وهي قالت ذيخو ذيخو إذن لمن لي تصبح م م مذيخو مذيخو إذن قال لي مذيخو قلت له لذيخي قلت لها لذيخي مذيخو لذيخي لذيخي إذن هم هذان هم أهم العبارتان التي سنستعملون سنستعملها في هذا الدرس أول جملة تقول هو قال لي أنه يود أن يسافر معي إلى المغرب أنت مسافر إلى المغرب جار لك مثلا إسباني قال لك أنه يود أن يسافر إلى المغرب فقال لي مذيخو مذيخو أنه يود أن يسافر إذن قال لي دائما تكون متبوعة بأدات الربط ك قال لي أنه قلت له أنه قلت لها أنها أنني إذن أن أدات الربط هي ك ك إذن قال لي أنه أحدهم أن يشفر معيста أحدهم لك لحيفين أن يستفر عندهم til goal يارسة في الدرس يرينا أن تكون لك أحدهم لك يرينا ان يجري أن يسبب لي me dijo que le gustaría viajar conmigo a Marruecos me dijo que le gustaría viajar conmigo a Marruecos me dijo que le gustaría viajar conmigo a Marruecos لن تقل للمجملة قال لي أنه لم يستطع أن يأتي إلى المنزل نبقى في نفس السياق قال لي قال لي me dijo me dijo me dijo que لم يستطع no podía no podía venir ¿a dónde? a mi casa entonces me dijo que no podía venir a mi casa ¿qué te dijo? ¿me dices que le gustaría? ¿vale? me dijo que no podía venir a mi casa ننتقل y fada con su trabajo con su trabajo con su trabajo entonces entonces mi hermano me dijo que ¿mi hermano me dijo que? me dijo que ¿qué te dijo tu hermano? mi hermano me dijo que ¿qué te dijo tu hermano? ¿sí? ¿Mi hermano me dijo qué? vale ¿Qué te dijo tu hermano? Pues mi hermano me dijo que había aprobado ¿qué? el examen el examen o los exámenes ¿vale? entonces mi hermano me dijo que había aprobado el examen mi amigo me dijo que había aprobado el examen ¿Qué te dijo tu hermano? ¿Tu hermano te dijo que había aprobado el examen? pasamos a la siguiente frase entonces قال لي قالت لي me dijo إذن كيف أقول أنا قلت له أو أنا قلت لها جيد le dije le dije بماذا سنتبع le dije قلت لها أو قلت لها أنا le dije le dije le dije le dije الجملة تقول قلت للنادل أنني أريد قهوة هذا شيء في الماضي قلت للنادل أنني أريد قهوة إذن le dije الكامرير pero le dije al camarero yo le dije al camarero ¿qué le dije? que quería un café le dije le dije al camarero que quería un café le dije al camarero que quería un café entonces yo le dije al camarero yo le dije al camarero y el camarero me dijo me dijo me dijo le dije perdón me dijo le dije me dijo le dije إذا أقول بالاسpanía قلت لأمي أنني سأصل متأخيرا قلت لأمي le dije a mi madre le dije a mi madre que llegaría tarde le dije a mi madre que llegaría tarde otra vez le dije a mi madre que llegaría tarde le dije a mi madre que llegaría tarde pasamos a la otra frase ¿qué es que se aقول قلت a usted أنني لم أفهم el dar قلت a usted o a usted أنني لم أفهم el dar le dije al profesor o a la profesora que no entendía la lección le dije al profesor que no entendía la lección le dije a mi profesor a mi profesora que no entendía la lección le dije al profesor que no entendía la lección ¿qué le dijiste al profesor? قلت لجاري أن بالعربية ماعرف شو بالدرجة المريكة نقول خليلي شي حاجة بشي مبعد نرد هالو ماعرف شو في هذه اللحظة بالضبط من المصطلح مش هلية من بالنهائية حسنا أن يعيرني أن يعيرني سبحان لا يمكنك أن يعيرني قلت لجاري أن يعيرني أداتا الأدات في الأسبانية هي أرميانة أرميانة شنو ما كانت أدات أدات ندربي أشي حاجة فالأدات قلت لجاري أن يعيرني أداتا إذن قلت لجاري لدي أعني 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 بالإسبانية قلت له أنني متحمس قلت له أنني متحمسة جدا سأترك لكم هذه الجملة أنتم ما ستجبونني عليها في التعليقات اذهب للبحث وكيف تقول هذه الجملة ابحث عن كيف أقول أنا متحمس أو متحمسة والباقي رأينا وفي هذا الدرس إذا نرى دقائي لهنا أكون قد وصلت معكم لنهاية درسنا لليوم الجزء العاشر من سلسلة التحدث في الماضي بكل ثقة والطلقة لا تنسوا القناة الثانية الخاصة بالحوارات ستجدون الرابط أسفل هذا الفيديو أو اكتب ستجد القناة بكل سهولة القناة اسمها الحوارات بالإسبانية السلام عليكم ورحمة الله